يالأظم إن إحنا مولدين؟ كعاد ضد كتنشك إنت ماذا أقدم من النازل في السودان ماذا أقدم منه والله لو كثرت الرقبتك?!?! ماذا هكذا ظهب؟ طيب لنه امتتاثات ؟ وين امتتاثتك سواء كانت في أفريقيا أو كانت في آسيا أو كانت في الواقوك لأنك لانك مجرد إفعاد حجيث لأنك لدى مجرد خائن لتفقيق البلاد لأنك مجرد إفعاد مع المستعمر الذي استعمر أفريقيا والذي استعمر السودان وليس عبيزيز عالة شايف نفسك إنت الأصلي والتانين دي لكم جايين من شات وجايين من كينيا جايين من يوغندا وجايين من الريدريا إنت الوافد يا أصلي إنت المعندك أصلي دي لدي عندهم أصلي في السودان وأصلي في كل أفريقيا عندهم أصلي أخصم بالله عندهم أصلي في السودان وفي كل أفريقيا إنت أصلك وين والله لو ما شايت آسيا ما تلقى عندك اصل. ولو ما شد الجزيرة العربية ما تلقى عندك اصل. اتوافد يا زور. وافد يا زور. اتوافد مع الاستعمار. عليك الله ما تعمل لنا حوس. وخايف على ضربك. خايف على ضربك بس. عندهم اصل في السودان ده. احنا عارفين انه. عندهم امتزادات في مصر. قم فوق التاع سعالوك. عندك امتزاد في مصر ومصر قاعدة في افريقيا. مصر قاعدة في افريقيا. عندهم امتزادات. من شمال السودان الى مصر ده السودانين. وده الفارق ازاد. وده الاصليين. لكن امتزادات اكوة. امتزادات اكوة يا سعالوك. قد يكون فوق ردلي. عشان بيتشبك الناس ده جائمين كده وده جائمين كده بصنف انا اتا جائمين انطيب. قولي انا من اوائل. الجبائل السودانية ساكنين من سودان كاذب. وانت عارف نفسك. ما منن الجبائل الاصيلة الساكنة البلد الي اسماع سودان. عارف نفسك. طيب طيب بتان عدت لك بينهم ماريترين. بتان عدت لك بينهم شادهين. بتان عدت لك بينهم جايمين كينيا. انت جايمنين. جايمن اين هنا? أصلك مين? وارين Planning اصلك. رغان دور مسلين تراح. ازول ح كن تاريخ اقده بقي شير ولا سمح مش بتفتخر بي مش بتلبجع بي انا والله جاي من كده جيت جاي من شفة الجزيرة العربية اصي انا ده ماذرك شير بقول الله جي بدي جاي مهاجم من شفة الجزيرة العربية جا استغرف اقو سودان دي افتخر به صح رمسا وبقول الله اندي امتدادات في دول افريقي دي نفسي قبلت دي موجودة في افريقي دي كتير ساكت سواء كانت دول العربية او افريقية قبلت دي موجودة اهيتها تقدر تقول جاي من جزيرة العربية ولا جاي من اسيا ولا جاي من اندلس ولو تقدر تقول جاي من افريقية عندك امتدادات بتاع قبيلتك دي في افريقيا ولا في اسيا ما عندك هذيت من القبائل الاولى في السودان قاذب لا طيب ما لك عامل فرعوني اخي طيب ما لك عامل فرعوني قلنا في البلد دي ان شاء الله قال لك انك عشرة سنة سوداني بس خلاص لكن انت ليه شايف نفسك كده وبتنعت الناسة التانين دي لك بلدك هذيت افريقية حقتهم ازور دي افريقية حقتهم ازور بكل الاطياف دي افريقية حقتهم ازور قالوا انت جنون فيها وما سان في حدود دي لما انك عزي في افريقيا والمستعمر والزعه ات لم تكن جزء في السودان اخي اتزادك مجرد خدم لا الاستعمار ومجرد جزء لا تجزء دخلوا من الاستعمار قل لكم لحم راس ابوكم من كده امكم من كده ما اعرف ان رقبتكم ذاته اخي ان Lewis is calling you a million korb قالوا ان الله الواحد رقبكم مليون مليون صفر مليون فقط ما تقول learning کوien كدير ما تقول learningemo كدير مكرهين الناس العايقية اخياتا، سين رج PAM ان تقلوا لنفسكم ان تقلوا لنفسكم ان شاء الله والبلد يا الله ما تنفصل لو نموت مذجرات والله تظل ببلد واحدة يظل وطن واحد رضا من رضا هو أبا من أبا والله سيظل وطن واحد ولكن عنده مفتاح انفصال البلد دي أمش أفتح الطابلة دي أفصل نفسك بلاش قلتها بلاش حوضة كثيرة لا أصل ولا أفصل لعندكم أصل في أفريقيا ولا في الجزيرة العربية ولا عندكم أصل في آسيا ولا في أمريكا قموا فاقيا عطالة ما عندكم أي موضوع ودارين تصدارفوا في الناس ودارين تعليوا رقباتكم كل صرحكم ده لأنكم خايفين على ضربكم خايفين على ضربكم ومثبتين نفسكم كان بسياسة فالرقتصد وبالحكم لكن الآن الحكم وين حكم الله يتاني في يدكم ما يركب لو ركبت التونسية في يدكم ما يركب وزول بمشوا بيعتدي عليكم مفت لكنكم خايفين لأنكم مغلية لأنكم مغلية لأنكم ما عندكم سند ما عندكم أي سند سندكم الخياسة والدياسة وسندكم العمالة والارتزاق بس ده سندكم لكن سند جواهري سند عرقي امتدازات تاريخية امتدازات جغرافية في آسيا ولا في أفريقيا لم تكن لكم يا أخي ضل خايفين نيتو لكن زل بيسألكم ماف بسر الحكم ده في يدكم ما راكم ماك تمسكوا لو كسرت رقابكم لو كسرت رقابكم ما تقول لي قبيلتان ولا لزلتين نازم تعرفوا الكلام ده قبيلتان بسر الان هو القائمين بل بل بلدي مناصبين نفسهم هم السودانين والآخرين ده لكوافدين اوه عملوا حسابكم عملوا حسابكم وبطلوا مجمجة كثيرة ما ارسلوا عنصور يا محمد نرد لكم بتواريخ بس ما امرسيكم أصلا زي زمان انا ثاني ما احسيكم لكن والله اضربكم كده بس اضربكم كده بس جدا العباس جدا العباس ده منات دولة منات دولة طبعا هدقوا ليس سعودية ام شاركا قبيلتك دي موجودة في السعودية ام شاركا ما عندك اي قبيلة ما عندك اي امتدادات ما عندك اي امتدادات لانك لو ما عندك امتدادات زادت ماصل اخصم بالله ماصل اي زول ما عندك امتدادات في جميع القرى الارضية دي والله يتمنى عندك اصول زادة في السودان ما عندك ازول في السودان دي لكن امتداداتك سواء كانت في آسيا كانت في الاندلوس كانت في افريقيا بتأكد وجودك بتأكد دميتك في الكرة الارضية دي مع القبائل القدامك وانت بتكون قدام قبائل اخرى برضو بالتصنيف وين امتداداتكم؟ يا عطالة ما عندكم امتدادات؟ افريقيا دي ما كان فيها حدود لو ما عارفنا كلام دي عارفوك الحدود دي بعد المستعمرات الحدود دي اترسمت بعد المستعمرات الان ما بتسمعه نرجع لحدود 1936 1930 الرسمها المستعمر البريطاني هناك بين السودان وبين الحمشة اها ركز اتا سطرتها جدك سطرها ما كان الحدود مفتوحة المستعمر هو الرسم هناك بنقول ابي جاي نرجع لحدود 1956 الوضاع الاستعمار البريطاني هناك بين ابيه وبين جنوب السودان بنقول كده صح؟ وين الحدود طيب جدك جدا ولا بتاعك جدا ما الحدود دي قولها وضاع المستعمر وضاع المستعمر لانك اتوافد جديد اتوافد مع المستعمر لو كنت اقدم في السودان ده لعرفت افريقيا كانت مفتوحة كانت مفتوحة افريقيا كانت مفتوحة ده خاش دماشي لكن المستعمر فصل بين الناس مستعمر فصل بين الناس فايزا متى مجمده كثير يا الناس بطلو قلة الادب كانت عمله فيها دي اختلفوا مع الزول في نفسك اختلفوا مع اي زول عندكم الحق لكن داك ما جاي من كده وداك بتاع شرك وجاي من الريتريا بتاع ده لفور جاي من شات ودائرين الناس تسقد لكم لما اندوكم حجي جاتكم وادوكم اسلكم دائرين الناس تسقد لكم صح؟ دائرنا الناس تسقد لكم عندكم شيرو انت في السودان ده عندكم شنو السودان ده قبال الاصيلة منا اذنين انفصلوا ومنا واحدة قاهدا عندين قنار شروع انفصل ازمة هل سودان برها بسبب سياساتكم إدتوا الوافدين ادتوا الوافدين ادتوا الوع Satين ما سبب سياساتكم إدتوا فصلت جنوب السودان لأنكم ما عندكم أصل في البلد دي ما عندكم فصل في البلد دي فصلت الأصل الأورجينال بتاع البلد ديتوا فصلتهم والثالث لسا عصب تزغزق فيهم دارين تقررهم برضهم فصلوا دارين تفصلوا النوبة وردهم لكن النوبة ويعط ولهم التحية قال ما داري انفصال إدتوا الآن الوافدين في السودان الآن بيطالبوا بانفصاشهم على السودان إدتوا قبيلتين بس العامل بل البلدين الآن في شمال السودان لأنها ما عندها أصل حتى في شمال السودان ما عندها أصل قبيلتين بتاع شمال السودان دي نحن بن عريفة قويس والله بن عريفة قويس بل قبيلة بن عريفة ولهم امتدادات في داخل أفريقي عندهم امتدادات في داخل أفريقي عندهم امتدادات داخل أفريقي عندهم امتدادات داخل أفريقي ايه تمنوا دارين تاري تركب فيها لك دارين تزوقوا من الضج ده خلاص الضج ده رقي فيكم قلت والله احسن بدلنا زي سقونا طيب ونحن نعيش زي ما كنا معايشين منهم ما في زول دار عايشك زي ما انت كنت معايشنا باريت يا باريت لانه افعال بعمل الشين والافعال قبيحة دون بنظر للاخرين حيطبقوا فوق نفس الكلام بنظر للكلام ده حيطبقوا فوق نفس الكلام لا لا ابدا ان الله عز وجل لا يحب الظلم يا اخ لا يحب الظلم ان الله عز وجل لا يحب الظلم ركزوا في الكلام ده كويس وعرفوا الكلام ده كويس كنتوا والله ان يوسوق دلك ما كنتوا سيقولون ذات ما كنتوا سيقولون أصلا جميع المدج تالى الاخبية د pm ما الصلا جميع المدج متى 64 ساعات ما هم الاصليين في شمال الس tax انتوا سيقولون انتم سيقولون مراقبين فوق وجعلت منهم مرتزغة للاستعمار لانه ايه تجدوا واغنعتوه ايه تجدوا مع الاستعمار واغنعتوه واصبح جزء لا يتجز معاكم كلكم عبارة عن عبيد ومرتزغ للاستعمار رب يا رباني معاه هناك وفي ناس وقتهم ده مجاط عم نفقه مجاط هل 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 هرم هرم بتاع شنه ياخ تفي سودان زيرو ياخ تاخرزوا جدوا وافدين مع المستعمار ياخ صعاليك تقره الناس شايفين نفسكم انتو الاصل والباقين دي لك زيرو كلام ده لازم تشولوا برا لراسكم تمسكوا كل الشعب السوداني ده سواسي وحبابكم لكن تحاولوا تتعنصروا على الناس بيطلق لكم حقكم برضو حقكم زادة بنطلق عليكم طلق عليكم برا وما في حاية سمع انفصال الله يجيروا كلام ده برا لراسكم ما في ما في انفصال بحصل رايحوا نفسكم ساهل مجرد صعاليك ساهل ومجرد صعالوقات ساهل شايفكم وعملين الكلام ده انفصال 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 والله اللي تقولوا ويا والله ليه تقولوا ويا وبرضو ما في انفصال يعني انا احكمكم انا انفصل لا لا والله احسن والله ينتماوت حربة اهلية والسودان ده يكون قائد بلد واحد احسن يتماوت والله حربة اهلية عدليم قومات لما جكا opens يشبع عن كبود حق الناس. والسودان دي يكون قائد للأجيال. لكن انفصال ثاني ما. كفاية جنوب فصلتو. كل شعب السوداني عانى. حتى شعب جنوب السودان نفسه عانى. وانفصال جنوب السودان بسبب سياساتكم الغزيرة الوقيحة. على اساس التمييز العرقي والتمييز الشكلي. دي المارستوا. كرهتهم ذات. اختار الانفصال ما اختار الوحدة. بسبب سياساتكم انتوا لانكم انتوا كنتوا لحاجمين البلدي. ما في غيركم وسط الحاجة. والناس كانوا صابرة. والناس كانوا ضدكم على اساس بانكم ظالمين. ما كانوا ضدكم على اساس بانكم ما عندكم اصل في البلد دي ولا جاي من من. كانوا ضدكم على اساس ظالمين. لكنوا الآن ضد النادي على اساس عرقي. على اساس جهوي. ضد خصومكم السياسيين على اساس عرقي. على اساس جهوي. على اساس جغرافي يا اخي. ضرفتكم الان. ففي فارق بينكم وبين السقار الرسلين للبلد الاسماء السوداني